اشتركوا في القناة طبعا قبل ما نبلش بالحلقة اللي حاب يسمع برجه يمشي لشريط من تحت ويروح على ثلث الأخير بيلاقي الأبراج هناك يحرك بيلاقي قائمة أو إشارة بتدل على برجه مكتوب يسمع برجه ويسمع طالعه لأنه أنا بحكي عن البرج وعن الطالع أما اللي حاب يكمل معنا ويسمع موضوعنا لهذا اليوم فموضوعنا اليوم عن الكارمة والمكاشة لأنه هذا موضوع برضو كثير ناس تفلسفة فيه وكثير ناس حكت فيه وكثير ناس تشحت فيه يعني كذبت فيه وللأسف الشديد أنه الأغلب مش الكل الأغلب ما بعرف أي إش عن هذا الموضوع وحكي في هذا الموضوع تخبيص عشان ما يجي واحد يقول لي أنت شو بفهمك وهذا إش يعني تتفلسف فيه وداخل على شغلات أنت يعني شو كاين أنت عشان تعرف في هذا الموضوع خليك في الأبراج يا زنمي وفكنا من هالحكي هذا لا هذا الموضوع أنا بفهم فيه وأنا رحت على البلد اللي بتحكي عن هذا الموضوع بالأساس يعني وسمعت هذا الموضوع من أهل هذا الموضوع وقرأت في كتبهم هذا الموضوع وتناقشت معهم في هذا الموضوع فأنا بعرف في هذا الموضوع فقلينا نحكي في الموضوع هذا يا أصدقائي الكارمة عشان إحنا نحكي عن الكارمة لازم قبل ما نحكي عن الكارمة شو نحكي نحكي أنه أساس هذا الموضوع مين صحابه أو مين اللي حكوا فيه أو مين اللي بعتنقوا هو أساس دينهم يعني هذا المبدأ الأساسي في دينهم لازم أنت عشان تدخل دينهم إنك أول شغلة لازم تآمن فيها هذا الموضوع اللي هي الكارمة والمكاشا اللي هم الهندوس تعرفوا مين هم الهندوس؟ يعني أكيد تعرفوا مين الهندوس يعني ما أعتقدش إنه لهالدرجة تتخنوها وتخلوني أقعد أشرح لكم عن الدين الهندوسي يعني تبعين البكر وتبعين الكرود وتبعين اللي بعبدوا كل شي هناك يعني اللي كل ستة سبعة بسولهم إله وبقعدوا يعبدوا فيه تعرفهم ميش؟ اللي التلفزيونات ترجمت لنا مسلسلات ومجبت لنا وصاروا يقولوا بدل ما يقولوا اسم الإله تبعتهم صاروا يقولوا يا قدير يا قدير يعني أكيدوا بتعرفوهم يعني تابعتوا بمسلسلات هندي وعرفتوا مين الهندوس طيب عشان بعد ما هيك نحكي الكوش والكارمة الكارمة هي الأعمال سواء كانت صالحة أو سيئة ماشي؟ يعني مجموعة الأعمال الصالحة والسيئة اسمها كارمة والمكاشة هي التحرر والتخلص من الفلسفة اللي هي السامسارة اسمها شوفوا بعرف هندي طلعت سبحان الله سبحان الله قأنني كنت في بومبي ماشي؟ فهسا السامسارة هاي اللي هي بتيجي من المكاشة اللي هي بتحكي عن الموت والحياة والتناسخ وتناسخ الأرواح وتناقل الأرواح وأن الأرواح كانت في حياة وبعدين تعاقبت وأجت على الحياة فالصالح بيجي على هيئة إنسان صالح وبعدين اللي مش صالح بيجي على شكل صرصوري يا عظباني يا عهسسي يا بسي يا كلب يا فار هذا على حسب شو الأعمال الشر اللي بيعملها ماشي؟ طيب هسا عشان إحنا ما نتعوّط ما نخشش كثير في الموضوع يعني هيك ونقعد نشرح لكم عن دينهم كثير بس يعني حبيت أورجيكم فلما بيجوا بقولك الكارمة مش الكارمة اللي هي كارمة الإعلانات لا الكارمة الكارمة هاي اللي إحنا بنحكي عنها بيجوا بتفلسفة في هذا الموضوع فأجيت أنا إيش سألتهم؟ قلت لهم بدي أسألكوا سؤال للعلماء تبعين الكارمة هذولا قلت لهم طيب الإنسان اللي بيجي مثلا ضرير أو بيجي بعرج أو بيجي مشلول أو عنده تخلف عقلي أو نقص إكسوجين على الدماغ أو عنده ثقب بالقلب أو عنده كهرباء زيادة على دماغ أو عنده مشاكل في الكلة والأمعاء ملتسقة أو هذ طب هذا ليش أجاه؟ يعني هذا صالح ولا مش صالح ولا طالح ولا نازح ولا لاجئ ولا إيش يعني شو قصته هذا؟ يعني إيش بتصنفه؟ قالوا والله إحنا ما بنعرف هاي الإجابة يعني في كل كتبنا ما لقناش إجابة عليها إحنا بنعرف إنه صالحين بيجوا بشر واللي مش صالحين بيجوا حيوانات هذا اللي إحنا بنعرفه وحشرات وهسس وبعوض وشغلة زيك فأنا لما سألت السؤال هذا كأن على رؤوسهم الطير ما فيه جواب وكلهم صاروا يطلعوا في بعض وطبعا كلهم عتاولة يعني ناس مش صغار هدول فيعني أنا أجيد قلت لهم طيب يعني كيف بدنا نحل يعني بدنا جواب عشان إحنا بدنا نخش في دينكو يعني إذا أنتوا جماعة يعني واصلين وعندكو هالعلم هاد بدنا نتعلم نفهم قالوا والله ما إلك عندنا جواب قلت لهم بس أنا يعني اللي بعرفه في ديننا أنه هذا الموضوع يعني مش مصبط قالوا كيف قلت لهم لأنه إحنا في ديننا ربنا بقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله يعني إحنا عندنا موت يعني عندنا حياة ومنعيش الحياة هاي وبعدين من موت عشان إحنا بعد ما نموت وإحنا ميتين نتحاسب وكل واحد منا يأخذ على حسب عمله يا منيح يا عاطل يا برع الجنة يا برع النار بس مش إنه بصير حيوان وبصير فراشي وعصفور طير الهدهد وآه مش عارف إيش هاي كلها فهو أنا لقيت إنه ما في جواب للموضوع فطبعا إحنا العرب إيش لازم إنه إحنا نتفلسف في الموضوع ونعتني قد دين أكثر منهم ما بزبطش فطلعوا اللي هم دعاة الإلحاد وطلعوا الناس المتفلسفين بدون معنى وبدون علم بدون ولا أي إشي صاروا يحكوا عن الكارمة وإنه إذا ظلمت بتنظلم في الحياة وبترجع لك الروح وروحك مش عارف إيش بصير فيها والخبايص هاي اللي طلعت عن الكارمة بس هو ما قال لك إنه إنت أساسا إذا حكيت في هذا الموضوع أو إنك آمنت في هذا الموضوع اللي هو تناسخ الأرواح وتناقل الأرواح ومن جسد لجسد ومن روح لروح وإنك بتعيش أكثر من زمن إنك شوي هيك بتدخل مخالف للدين إن كان أي دين من الديانات الكتابية والسماوية يعني ما بتزبطش معك الموضوع هذا يا حفيظين العمر والسلامة حاولت إني أدخل أشوف أنا يعني إيش اللي بحكو فيه لقيت إنه كل واحد بدخل بحكي وبخلص وبطير وبنزل واللي بسمع الفيديو لا بفهم أوله ولا بفهم آخره ولا أولك بطلع عارف أي إشي بس بطلع إيش يحكي مصطلحات عن الكارمة والمجؤن والمكاشة في القاعدات هيك بالناس وبينهم الممئين مثقفين مهمة عشانهم مثقفين هذا بصير يحكي عن الكارمة وهذا عن المكاشة ولا أهي الكارمة لا أهي المكاشة وكانت الكارمة وبعينيها الزرق لما شفتني والمكاشة كانت لما نطت على السيارة ولا حدا فاهم شو الطبخة فأنا حبيت أشرح لكم اليوم وأحكي لكم شو هي الكارمة وشي هي المكاشة وهذه تابعة لأي دين وهدول أصحاب الدين نفسهم واصدين لمرحلة إنه هم مش قادرين يجاوبوا أساسا عن الأسئلة لأنه في أسئلة كثير عجزتهم وبتعجزهم وما عندهم جواب عليها فهم بس بقول لك كارمة مكاشة وبعدين سمسارة وسلامتك عند كلمة سمسارة أو موضوع السمسارة بالفلسفة تبعتهم وسكر بس تناسخ الأرواح غير هيك ما فيش فلا تعلقوا في هذه المواضيع ولا تحطوها في روزكو هيكو صرتو تعرفوه وتوكلوا على الله ولما يجي واحد يقعد بينكو يقول لك لا أنت سبب المشاكل اللي أنت فيها هاي الكارمة قلوا أي كارمة منهن كارمة المعلق عباب المحل ولا الكارمة اللي محطوطها طرف الشارع اللي هي اليافطة يعني بمعنى آخر وسلامتكو وتعيشو نروح لتوقعات اليوم توقعاتنا لليوم الخميس ست اثنين القمر حكينا أنه هو في حالة خلوه مسار الآن رح يستمر خلوه المسار هو بدأ الساعة ثنتين وتسعة عشر دقيقة بتوقيت جرينيش يعني أربعة وثلث بتوقيت الأردن رح يستمر للساعة سبعة ودقيقتين بتوقيت جرينيش يعني بعد الحلقة هاي بساعتين يعني الساعة تسعة ودقيقتين بتوقيت الأردن بانتهي خلوه المسار وبكون القمر استقر بالسرطان وبدأ أول زوايا أو بدأ مرحلة الزوايا الفلكية إلى ابتداء من هذه اللحظة وبما أنه القمر رح يكون في السرطان يعني رح يكون في منزلة النثرة هاي المنزلة ممتازة جدا للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج وبما أنه القمر رح يكون بالسرطان معناته إحنا رح يصير في علينا تأثير عام من وجود القمر بالسرطان أنه منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبابنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات وفي مننا رح يقعد يبكي ويتحصر على ذكريات حب قديمة أو شغلات فاشلة أو مشاكل صارت معا في حياته وانتهت وفي ناس رح تمسك صور وذكريات وشغلات هيك يصير تطلعها وتتأمل فيها لازم أنك تنتبهوا أكثر في الفترة هاي لطعامك وشرابك لأنه بالفترة هاي بصير فيه شهية مفتوحة لالتهام الطعام لكثير لازم تتجنبوا انتقاد الغير لأنه الكل بكون حساس بالفترة هاي وبتكون الحساسية ما شاء الله في أعلى طاقتها ووسعكوا شراء عقار أو عمل أي شيء لعلاقة بالزراعة الانتباه أكثر لأطفالنا قضاء وقت ممتع من خلال البيت والعائلة بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية فلكية رح تتشكل بين القمر وأورانوس هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بعد منتصف الليل الساعة 12 و16 دقيقة بتوقيت جرينيش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض أما الزاوية التي تليها هي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وعطارد رح تكون الساعة 51 و59 دقيقة بتوقيت جرينيش صباحا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة لخلو المسار القادم خلو المسار القادم رح يكون يوم 7-2 في تمام الساعة 3-42 واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة 10 واربع واربعين دقيقة بتوقيت جرينيش مساء بنتقل بعدها القمر لبرج الأسد عمر القمر طبعا القمر أحدب 13 يوم وفي تمام الساعة 12 و13 دقيقة ظهرا بصير عمره 14 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وتحركات الكواكب خلال الفترة القادمة ومزاجها اليوم الشمس في الدلو حتى 19-2 المزاج ممتزج القمر في السرطان حتى 7-2 المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى 17-2 وبعدها رح يبدأ في عملية التراجع المزاج ممتزج الزهرة في الحوت حتى 7-2 المزاج سعيد المريخ في القوس حتى 16-2 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14-5 المزاج سعيد زحل في الجدي حتى 11-5 المزاج سعيد ورانوس في الثور حتى 15-8 المزاج سعيد ونبتن في الحوت حتى 23-6 المزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25-4 المزاج سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكوا إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم حاذروا من التصرف بعدائية أهم شيء إنه ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعاني من الإرهاق النفسي ممكن تسمع عتاب أو لوم من بعض الأشخاص بسبب إهمالك أو ممكن يكون الكلام شوي جارح فبتكوا تنتبهوا من ردات فعلكوا برج الثور تنشطوا في السفر والاتصالات كونوا أكثر صبر على الطرقات ما في داعي للمغامرات يوم مناسب لإجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء دون إثارة العداوات والتحفظات لا تترك مجال للغموض باستطاعتك إنك تناقش جميع المواضيع بثقة ومهارة عالية وما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزاء في فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له يعني مدينه لحده أو مقرضه لحد أو مضيعه برجعله وممكن إنه يحصل على هدية أهم شيء أنك تخففه من النفقات رح تناقش مواضيع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوي اللي أنت بتحلم فيها هذا اليوم بفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح أي سوء تفاهم برج السرطان أنتو مشحونين اليوم بنشاط وحيوية وعندكو قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والأجواء يعني الأمور عندكو إيجابية عندكو قدرة الانطلاق لعمل أو طي صفحة جديدة أو البدء بموضوع جديد بتحمل هاي الفترة نوع من التقدم وأخبار جديدة بتعيد النشاط إلى حياتك اليومية من أجمل أيام الشهر تعتبر هاي الفترة برج الأسد بيسيطر التعب عليكو إنجزوا فقط ما بوسعكو من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هذه الفترة ممكن تفشل أعمالك في حصد النجاح المطلوب ويخيب أملك لتأجيل أو لإلغاء أي موضوع في اللحظة الأخيرة فعشان هيك بدك تكون متهيئ للفترة هاي لأن القمر الآن موجود في بيت متاعبك برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك يافموا ناسة بسعيدة أو بحفلة أو يكون معزوم أهم إش إنكم تتجنبوا انتقاد أي أحد بناسبك العمل من ضمن مجموعات خصوصا الزملاء أو الأهل أنت بحاجة للتحالفات بتفرح لتفاهم الآخرين إلك وممكن تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل حاول تستغل هاي الأيام يبل ما القمر يوصل للأسد لأنه رح يكون في بيت متاعبك ورح يتعطل عندك أمور كثيرة فاستغل الوقت برج الميزان تتركز جهودكو نحو عملكو وعلاقتكو بالمسؤولين وسعكو إثبات جذارتكم واتدفع بمصالحكم يوم مناسب لللي ببحث عن عمل ممكن تشعروا كأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك أو ما بتعاونوا معك أهم إيش أنك ما تخشى المواجهة ولا المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح يعني الفترة هاي شوي بتحمل نوع من القلق والتوتر ولكن شخصيتك أقوى من هذا الشيء والمكاسب اللي رح تكسبها أكثر من هذا الشيء برج العقرب بتنشطوا في السفر أو الاتصالات خصوصا الاتصالات اللي بعيدة كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة خصوصا في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حض تختفي المنافسات والعدوات وبتسهل عليك جميع تحركاتك أهم إيش أنك ما تقف ساكن وتحرك عشان تكسب من هاي الفترة لأنه فيها أشياء كثيرة بتساعدك وخصوصا أي شيء إلو علاقة في خارج البلاد أو المؤسسات التعليمية الأكاديمية اللي هي ما بعد التولوجيه اللي الجامعية أو أي أمور إلها علاقة بالسفر أو الهجرة أو الاستراد والتصدير برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة رغم النفقات في فرصة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض أهم إيش أنك تتصرف بدون تباطئ عشان تصحح أوضاعك عشان تعيد بعض الأمور لنصابها ما في مجال للتباطئ خلال هذا النهار وبدك تدير بالك ما في داعي لمخالفة القوانين ولا التعليمات وما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين رح تعالج موضوع يا مالي يا إداري خلال هذا النهار برج الجدي رح ينصب اهتمامكم حول الموضوع الشراكي أهم إيش أنك تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم في العمل أو في العاطفة هاي فترة متوترة وممكن إنها تتطور وتصير أزمة في وقت أنت ما تتخيله ممكن تضطر لإبطاء مسار الأمور والخطوات وممكن تغير نمط معين من تفكيرك أو من توجهاتك أنا ما بحكي إنه هذا غلط لا أنا بحكي ممكن إنك توصل لهاي النقطة لأنه هاي بتكون لمصلحة الفترة اللي أنت فيها أهم إيش إنك ما توجه انتقاد ولا اتزعل حدا منك خصوصا في هذا النهار برج الدلو بتراكم العمل عندكم كثير أهم إشي حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من الأعمال وما تهمل صحتك لا تدخل في مواجهة مع الزملاء حاذر من تراجع صحي غير الأولويات إذا دعت الحاجة ولا تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل لأنه ممكن يتسجل عليك نقطة ما تكون لصالحك خلال هاي الفترة القمر موجود في بيتك السادس بيت الصحة يعني ما كان حساس جدا بالنسبة لإلك إذا كنت تكون منتبه برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم في فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية وكمان ممكن للتعارف أو الارتباط عندك نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا رح تكون عالية جدا يعني بمعنى آخر هاي الفترة إيجابية وتعتبر هي من أفضل الأيام خلال هذا الشهر حاول إنك أنت تستغلها هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء